الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الوقت أصر كبير من أصول نعم الله تعالى على العبد بل وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة فمن كان وقته لله وبالله فهو حياته وعمره وغيره ليس محسوبا من حياته فعلى المسلم ألا يضيع لحظة من يومه ووقته في غير ما ينفع وإلا فهو مغبون خاسر قد حق يومه وظلم نفسه وسيحاسب على ذلك كله ماذا عمل فيه وفيما أفنى عمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وفي الحديث لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه رواه الترميذي وصححه الألباني فاغتنم أيها المسلم حياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك بالتزود بالصالحات واغتنام الطاعات تقبل الله منا ومنكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة